السلام عليكم إن محاولة الوصول عنوة إلى غزة بطريق البحر لا تفيد أهل غزة بشيء فالمعابر البرية أكثر من كافية لتلبية حاجاتهم إذ إن المؤسسات الدولية المختصة بتقديم المساعدات والقطاع الخاص داخل غزة يضمنان تزويد قطاع غزة بكل ما يحتاجه من غذاء ودواء وكساء عن طريق إسرائيل وفي أسبوع عادي يدخل القطاع 15 ألف طن من المواد التموينية حيث تدخل يوميا حمولات شاحنات كثيرة من لحوم البقر والدجاج والأسماك ومنتجات الألبان وأنواء الفاكهة والخضار ومصحك الحليب وغذاء الرداء والقمح وغيرها من المواد الأساسية كما أنه يتم شاحن مواد البناء إذ كانت مراقبة من قبل المنظمات الدولية للحيلولة دون سيطرت حماس عليها لاستخدامها في بناء الاستحكمات ومنذ وقف اطلاق النار في يناير كانون الثاني من عام 2009 دخل قطاع غزة إبرة إسرائيل ما يزيد على مليون طون من المواد الإنسانية وهو ما يقارب طون الواحد لكل الرجل وإمرأة وطفل في القطاع وتبقى المعابر البرية أنجع وسيلة لنقل السلعة إلى غزة وهو ما يعلمه منظم القافلة البحرية علم اليقين كما أنهم يعلمون أنه منذ شهر ديسمبر كانون الأول من عام 2008 رفض سماح لسفنهم بالدخول لقد دعت إسرائيل منظمي القافلة البحرية لاستعمال المعابر البرية بالطريقة النفسة التي تستعملها جميع المنظمات الدولية الشريفة ولكن اهتمامهم بإدخال المساعدات أقال من اهتمامهم بالترويج لأجنداتهم المتطرفة وبذلك يجعلون أنفسهم أداة في تنفيذ استفزازات حماس وفي الوقت الذي يلبسون في عباءة الإنسانية فعنهم يمارسون دعاية سياسية ولا يقدمون شيئا يفيد الفلسطينيين ولو اهتم المنظمون حقيقة بتقديم المساعدات الإنسانية لكانوا لاجئوا إلى القنوات المناسبة لضمان إسال الإمضادات إلى غزة وشكرا على اهتمامكم وإلى اللقاء